هذا وتتواصل القمة العالمية للحكومات بدبي بمشاركة الرئيس عبد الفتح السيسي ونحو عشرين رئيس دولة وحكومة وأكثر من مائتين وخمسين وزيرا ورؤساء نحو ثمانين منظمة دولية وعدد كبير من خبراء الاقتصاد الدوليين ورؤساء الشركات العالمية يتضمن جدول أعمال القمة مجموعة من الجلسات الحوارية التفاعلية ضمن ستة محاور رئيسية تشمل مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل والتعليم والوظائف كأولويات الحكومة كما يبحث المشاركون بالقمة خلال أكثر من مائة وعشرة جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية وسبل الارتقاء بالأداء الحكومي مع التركيز على استخدام التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية